اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة ونحتاج الجوش كسان المظهر ونضيف الخل ونزيد نصف كاس زيت الزيتون ونضيف المكونات كاملة في هذا الخلط ويسهل علي الخدمة نضيف ملوين نضيف الملوين نضيف تصليم الملوين ونضيف الملوين ونضيف في الاسر نضيف القشرة حيث يباش نعبر الخل و بسبب جوج كيلو يمكنك تقوم بجوج عبارات البيض و الخل نعمرها جوج مرات و نخلطم المطوينة كاملة نخلطمها ممكن تستعملوا التحنة العاصير أو المكسور أي شيء تتحنوا بها تتحنوا بهذا القوام يسهل عليكم العملية خاصة من نسبة المفتدئات و نضيف القوام 1-6 دقيق و يجينا صعيب أن نرملوه أو نخدموه حتى يتخلط مع الدقيق هذه الطريقة سهلة و تختصر علينا الوقت سوف نجمعنا هذا الخالط مع جوج كيلو ديال دقيق اللي زتعليه محدة صاشية الخميرة حمراكشته سوف نجمع هذه العجينة و سوف نشوف إذا كان خاصني الماء سوف نزيد واحد شوية و الأول ما نزيد الماء لا نبلغوه في الماء لن تجينا العجينة جارية أو طرية بزاف بالنسبة للقاعدة العجينة الشبكية فهي تجي خاصها تكون قصح من العجينة ديال الخوز هذه هي القاعدة باش مما كانت تقصح من العجينة ديال الخوز تجي نتيجة ديالها زوينة حيث إذا كانت العجينة ارتبه بزاف كتجي صعيبة في الشباك كتجي صعيبة في الخدمة و حتى ملكة طيب ما كتجي شبكية شيشة و كي بغيناها انا اضطت 4 كاس اضطت 4 كاس خليط شللتوا بشوية الماء تعطاني 4 كاس هو الذي يزيد في العجينة ممكن تزيدوا تل نصف كاس و لا اضطتوا على حساب انتم كيف ارتبطوا القوام العجينة انا هنا يقصحتها لاننا نخليها ترتاح لا نخدمها في البلاصة اذا كنت تخدمها مباشرة تزيدوا تل كاس اللاروب الماء من فوق هذا العبار لكي تجيكم العجينة طريقة واحد شوية لا تجيكم شقاسها بزف بالنسبة لي بتخليها ترتاح لا تزيد الماء بزف لانها باش مما ترتاح تزيد كاتلة سوف نجمع العجينة ديالكيشتو وضرتها في بلاستيكات و خليتها ترتاح حتى انتم هنا ربدة كاترة خليتها واحد شوية و باش مما نخليها مدة أطول تزيد كاترة لي و كتجيني سعلا و كتجيني سعلا في الخدمة انا هنا خدمتها باقة قصحة سوف نقسم العجينة سوف نقسمها بهذه الشكل و سوف نقسمها للقطعة الصغيرة باش نبدأ نسرحها و نطوي فيها سوف نوريكم بطريقة ذلك سوف نسرح في العجينة سوف ندركها بهذه الشكل هذا بالنسبة ل هذه العجينة لا تكون مهم انها تجمع داولة سوف نطوي هذه العجينة سوف نحاول سوف نطوي هذه العجينة و نطويها للداخل باش يجينا الشكل العجينة مقد و نسرح المربح كي يجينا سهل و كي يجينا الشكل مقد و نقسم ما صابنا شي تريف هكذا مربح العجينة سوف ندخل البلاستيك دائما باش لا تنشف العجينة هنا سوف نسرح العجينة كي تشوفوا هنا سوف نقضها بالجرارة من الجنب إذا كنتوا دائرين الأضرافة كثيرا لا تضع لكم و يجيكم مقد يعني مقد هنا سهلة كثيرا بالنسبة المبتدئات تقريبا ما فيها الشبك سوف ندخل هذه الصميطة بالجرارة من بعد ما صرحنا العجينة سوف تصرفها بالصمك الذي يريدون رقيقة أو متوسطة من الأفضل شبكية تكون رقيقة و نطويها على القياس الذي يريدون شبكية بينما شبكية صغيرة أو كبيرة 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 أو صغيرة أنتم يتحكم في الحجم شبكية بالطوية الأولى نضغط لها لكي تسد و نقوم نضغط لها و اخر و اضم لكي تتحكم هذه الخطوط في الوسط سهلة بعد من طوية نسد من جنب و نصير لكي لا تحل و يتحكم على شكل و سهل اللي بغت تدير بيش باكيرة كيش يسهل هنا غادي نجرب معاكم هاد الجرارة هاد القطعة هادي شريتها وبيتنجربها غادي نشوف خدمة ديالها انتو ما كنت تشوفوان بعد ما سرحت العجينة بديت كان نقطع بيها يا كتحتاج تورك عينيها بزاف باش تعتك لتراسة كيف في العجينة حيتي لدو السيام مباشرة ما كتقطعش العجينة نهائيا بديت أنا كي قلت لكم وركت عليها مزيان كي بريدكم في اللول وصفي كتعطيكم هاد الشريطة هي فيها واحد الميزة انها كتعطيك نفس القياس في كلها مربع يعني كتجيك الشباكية كلها قياس واحد ولكن بالنسبة لتقطع ديالها ما كيكونش تقطع مقد صراحة أنا ما عجبتنيش في خدمتها وإلا كنت العجينة رقيقة ما عفوا ما كتقطعها شمزيان يعني أنا ما عمليش وما عجبتنيش هاد الآلة هادي ولا هاد الجرارة هادي في الخدمة أنا صفي هنا يا موريت هاليكم وغادي نرجع نكمل بالجرارة ديالي التقليدية باش كنخدمه وغادي نديرو التقطع التقليدي اللي كنديرو أشريطا ونعود نقطعه كل مربع تنديرو في أربعة ديال الخطيطات من الوسط و الخامسة تنقطعه وغادي نبدأ معاكم الطريقة ديال شباك اللي كنتجي ساهلة تهية كنديرو الشريط اللولاني فوق من الثاني يعني كنقلبوه فوق من الثاني وكنهزو ديالك جوج أشريطة وكنديهم تل الشريط الأخراني وكننحطهم عليه ومن بعد كنجي مع ديالك الجنيبات يربي نكون فهمتكم طريقة رأه ساهلة صافيها تديرو طريقة ساهلة وبنتجي يجيكم هات الشريط هكذا تقطعه بالجرارة وجيكم هات الشكييل ديال الشباكية بالنسبة لشباكية بيتوا تكبروها ولا تصغروها ثم على حساب شنو كتبغي ولا شنو كتفضل صافينا هنو عودت معاكم الطريقة طريقة ساهلة كتهزي الشريط اللولاني كتحطي على الثاني وكتهزي ديالك الجوج وكتحطيهم على آخر شريط وكتجمعي هدوك الجنيبات كتقرصيهم زيان باش ما يتحلوش وكيعطيكو احت الشكييل اللي هو زوين هنا طريقة اخرى هاتي نفس الطريقة عفوا ولكن هنا يرققت العجينة كتاخدي شاريت كلها شاريت بوحدو كتعاودي ديالكيه وكيعطيك عجينة رقيقة وصافي كتتخدمي بنفس الطريقة هنا هاتي نوريكم التشباك او الطريقة التالتة في التشباك هناك نخذ العجينة وكن نرققها مزيان يعني كتعجمي شباكية تكون رقيقة كنرققها مزيان وكندير هاتي الطريقة هذي غضي نعودها معاكم هاتي الطريقة هي سهلة وتقليديا هدهيات شباكية ديالنا القديمة اللي كندير دائما كتخضي العجينة كتعزي الشاريت الليولاني وتحطي التاني وتعزي التالت وتعزي الرابع وتعزي الخامس بهات الطريقة هذي ويجيوك تلاتة الاشاريتة في فوق من صبعك و تلاتة الاشاريتة من التحت و الشاريت الليولاني هو اللي كنجمعه من اللقناة و صافي كندورو الشباكية ديالنا بطريقة اللي كتشوفو انا اختصرت لكم لان الفيديو ما بدوش يجي طويل بزاف وهنا صافي انا درت الزيت ديالي بعد ما كملت الشباكية درت الزيت ديالي تسخن هي واحد شوية ماشي تسخن بزاف اذا سخنت بزاف رات كتتتحرق لينها الشباكية ضغيئة طيب وقتتحرق كندير تقريبا اترو ديال الزيت في مقلاب حالا كتكون غارقة و كنبدأ نحط فيها الشباكية را كنت تشوفو درت كمية كبيرة ديال الشباكية من روح ده بهكا كتطيبو الشباكية ضغيئة ما كتاخدش ليكم من وقت بزاف و مباشرة من بعد ما كتتبدا كتذهب لي ماشي كتتحمر كتذهب واحد شوية كنحيدها و كنديرها في هاد العسل هادا اللي غادي نخلي لكم رابط دياله في صندوق لبصف العسل الناجح و ضغيئة كيوجد و غادي نخلي هاديك الشباكية في العسل حتى نرمي الشباكية الثانية في الزيت كنرجع عليها و نحيدها باش نشرب شوية العسل سوف نكمل على هاد الطريقة هادي بطبع الحال من كنحيد العسل شباكية من العسل كنديروها في شيكس كاز و في شي شبكة باش تقطر لنز زيد ديال العسل و هادي هي الشباكية ديالي كنوريكم هاد الاشكال اللي ادرت معاكم ثلاثة شكيلات شكلة هادي هادي هي الحلقة ديالي اليوم و الشباكية ديالي شاركت معاكم يربي تكون لنز زيد ديال العسل و الثالثة اللي تجي طويلة و رقيقة هادي هما الاشكال اللي خدمت معاكم و الشباكية ديالنا را تجيب هاد الشكل هادا يربي تكون نات الاعجاب ديالكم و تجربوها في ديالكم بصندوق الوسف بالنسبة لبنات الاشكال اللي لا بغاوش يدير الجرس كيلو هادي هي الحلقة ديالي اليوم و الشباكية ديالي يشاركت معاكم إربي تكون نات الاعجاب ديالكم واتنسون ان يش vale like's com و خليوه يا تعليقكم و لي ما زال ما مشترك شي اشترك محببا بكم في مطبخ أم انس و اعوى شهركم و مبروكوا و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكرا